ودي هو يا باشا عندك حريق على اللاي فهو شغال معاك النهاردة عشرين الساعة تسعة 51 دقيقة دون إصابات السيطرة على حريق محدود في حش كنيسة ماري جيرجس في شبرة مصر إذن يبقى احنا يا جماعة ما عندناش مفتاح كهرباء بقى ما عندناش أنظمة كهرباء بتقفي دايرة كهربائية بمجرد ما يحصل التغير في الطيار بالتأكيد عندنا في كل شوق المصريين ما بالكم المباني الكبيرة اللي زي الكنيس والمولات بالتأكيد التغير الكهربائي والترغير بتاع التردد الطيار ما بيعملش اللي انت شايفه قدامك ده بس الحمد لله الوضع تحسن هو الشرطة والمطافي جات ما عرفش بعد قد ايه من بداية الحريقة لانها في كنيسة الآدسين آآ آآ آسف في كنيسة ابو سيفين في مبابا للاسف الشديد جات متأخرة ساعتين على كلٍ خد بالك يا حج لحسن بيقولك الماسئ الكهربائي دلوقتي بقى ليه ايدين ورجلين وماشي عض في الناس وفي بيوتها معرفش قد ايه الكلام ده علمي بس بصراحة هو مش داخل دماغي لا من بعيد ولا من قرين خصوصا ان كل الكلام ده ما بيزدهرلوش اي نوع من انواع التقارير الفنية زمان كان بينتدب لجان من كليات الهندسة اقصام الكهرباء تعمل تقارير فنية مستقلة تقول الموضوع ده كيف بدأ وكيف انتهى او لماذا حدث واذا كانت الحكومة دي شايف انه الطيار الكهربائي هي بتلعب فيه او انه الماس الكهربائي ابتدى يلعب في حياتنا فالمفروض انها تطلع عبر الشاشات الكتير والكلامانجية الكتار والازرع الاعلامية يقولوننا نعمل ايه جميعا وخصوصا الكنيس والمولات ايه خلينا ما يحصلش عندنا ماس كهرباء يعني اعمل ايه فالماس ما يمسكنيش قول لي بس قول لي يا حكومة المفروض نعمل ايه علشان كده نوعي بعض اشتركوا في القناة